السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني قبل ما بدأوا فيديو تانات عنها اليوم ما تنسوش تصلي وتسلموا على رسول علي أفضل صلوات وصلنا لليوم الخامس من شهر رمضان إن شاء الله نصوموه بالصحة والهنا وكما شتوني دائما نشارك معكم مائدة الإفطار ونشارك معكم أطباق سهلة وسريعة وراقية اليوم إن شاء الله غيرت وجبت لكم فكرة أنه نحضر معكم سهرة رمضانية بامتياز أنا صراحة جاوني ضياف وشاركت بعض التحليات وحبيت نشاركهم معكم ونشارك معكم هذا الصحرة يعني هذه التحليات مش بالضرورة أنكم تحضرهم كامل وتجسدوا وش خدمتانا لا لا تقدروا تهزوا فقط أفكار وتقدروا تحضرهم لأطفالكم والعائلتكم وتفرحوهم بهم اليوم كمان عرفوا أن الفيديو كحتتكم رأنا في اليوم السادس ولكن هذه التحليات درتها في الصحرة رمضانية اليوم الخامس إذن كما شتوا حضرت معكم بزاق وصفات إن شاء الله هنا لو إعجابكم وأيضا تبعوا الفيديو من الأول الأخير لأنه راح نشارك معكم محل راح تليه في وليت باتنا وفيه بزاق حوية سيرتوجة إن شاء الله العيد وتقدروا ترحو عنده لأنه جبتكم أمبون بلون لازم تبعوا الفيديو من الأول الأخير غير ما تراطيوش نبدأوا مع التحليات رقم واحد أول حاجة عندي كاس غربة انتع سكر كريستاليزي كاس غربة انتع عصير الليمون عندي ثلث حبة انتع البيض اللي يكونوا بدرجة حارة الغرفة عندي نصف ملعقتها أكل مايزينا عندي أربع ملاعق انتع الماء يكون بارد وعندي ملعقات على جيلاتين انبودر اللي هنا على جيلاتين موجودة عندلي بيعدوزون الحلويات تحبوا تعلورق ولا تحبوا غبرة نخلطوا هذك الجيلاتين مع ذاك الماء ومن بعد نخلطوهم شوية نحطوهم من جهة من جهة أخرى نجبوا كاس غربة انتع عصير الليمون مع كاس غربة انتع السكر مع نصف ملعقاتها أكل مايزينا بعد نخلطو هذ المكونات الثلاثة مع بعض حتى ينساجمو نحطوهم ديراكت على النار مع التحريك المستمر قبل ما نحبسو حتى يبدأ الخالط يسخن بعد الهنا نضيفو له ثلاث حبات انتع البيض ونخلطو بسرعة قبل ما يطيبنا هذك البيض لانه لو كان تتمادو يعني شوية وتخليو رح يطيبلكم هذك البيض المهم نخلطو جيدا حتى يبدأ الخالط تعنا يثقل ونضيفو هذك الجيلاتين اللي خدمناها في البداية ونضيفوها في الآخر ونخلطو ملح حوالي زوج دقائق وحنا نخلطو ونبعد نفرغو ذاك الخالط في ريسيبيون ولا في عفسك كما هكا نغطيوها بالبابي فيلم اون كونتاكت ونبعد نحطوها في المجمل ولا في الثلاجون نخليوها تبرد من جهة اخرى نجيبو زوج كيسان انتا لا كرام فراش انا لا كرام فراش نستعمل محترف المهم تكون لما تيرغراس تحا 30 بالمائة والمهم تكون انتا حلويات اوبلا ولا المهم اي نوعية نستعمل محترف نخلطو هذو زوج كيسان يكونهم عمرين يعني 400 ميليليتر يكونوا عمرين نخلطوهم بالباطر حتى يصبح عنا القوام ثقيل من بعد الهنا كي ثقلنا ذاك الخالط نضيفو الخالط انتا اللي خدمتو بذوق الليمون بعد ما برد نضيفو مع بعض ونخلطوهم بالباطر وبالبيان حتى نصبح عنا القوام كثيف وكون متجانس من بعد من جهة اخرى نحن نخدمو الشربات عندي نصف كاس انتا السكر مع كاس مملوء انتا علمو مع قشور الليمون نخلطوهم خلطوه ونخلطوهم على النار جوز تزلغ لي نحسب لها خمس دقائق ونطفع لها النار هذ الشربات هي اللي راح يعني نشربو بها اللي بودوار تعنا او البيسكويت تعنا اللي هنا الكلمة تعنا راي حضرة الشربات تعنا ايضا حضرين وبردين وايضا جبت لي بودوار اللي بودوار ايضا نراه موجودين لبيع دوزان الحلويات وهذا القال بلا تشوفوه فيه ان سيليكون شيتو بخمس وسبع الف من المحل اللي راح نشاركه معكم اللي هو قصر الباي وراح نشاركه معكم تحلية هذ التحلية بذوق الليمون المنعيشة بالنسبة للمحل قصر الباي اللي جاي في حي شهداء ممرات مزوجي وإلي اتباتنا جاي كيما مستر يامي تطلعوا مع هذوك الممرات تعمل زوجي على ايدكم اللي سرح تلقوه في الكوا قصر الباي معروف ثم محلي بعلوازم الحلويات ومواد التغذيف وأيضا بالنسبة لبرودوي اللي نخدم بهم أنا في قناتي كيما أوبتيلا كيما فريور كيما شيكولا أوبتيلا تعالقلاساج كيما بديل الكاكاو اللي هو كاروما كيما مارغارين ديما المهم وكيما اشتول هنا المون اللي راني شيتوه من هذ المحل أيضا بالنسبة للمكسارة تعوثاني سعر تعوه ريزونابل بل بزاف واللي هنا عنده الكارت فيدياليتي يعني كيتشلي عليه ثمان مرات الثامنة راح يكون تخفيض بخمسين بالمئة هذا العبساء عجبتني يبل بزاف لازم تروحوا من اليوم تبدأوا وتشريوا من عندهم باش هذا كوا مع العيد يطيح لكم سوا سوا ويدي لكم تخفيض بنسبة خمسين بالمئة لازم تديوا كارتا من بعد لهنا كيما كنتشون رجعوا بتحلياتنا مع هذك المول كيما قدتكم اول قالب اللي شيتوه عند قصر الباي لهنا نجيبوا هذوك اللي بودوار نشمخوهم في ذوك الشربات اللي خدمنا مع بعض ونستفوهم في هذك القلب هذة طريقة حتى ندوروهم كامل على هذك القلب بتاعنا ونبعد نجيبوا لهنا جيب حلواني نعمروه بالكريمة بهذه الطريقة ونبعد لهنا نحاولو نديرو الكريمة كطبقة الأولى اللي هنا بهذا الشكل ونبعد لهنا نحاولو انو نسويوها جيدا بقولي اللي هنا كيما اشتو انا نحيت لبودوار نحيت لهم هذوك الأطراف ومارميتهمش يعني زيت حتى هما شربتهم ودرتهم كطبقة وزيد الطبقة انتاع الكريمة هذي بذوق الليمون واجبت لهنا فريور بذوق الليمون ايضا وضفتوه يعني اللي هنا اي حاجة عندها رلانسيو مع ذوق الليمون اضفتها حاولت نمشيها شوية مع ذيك الكريمة بهذه الطريقة ونبعد لهنا زيت درت طبقة اخرى تعلي بودوار يعني اللي شو يتبرك ذوك موش بالضرورة ان يكونوا حبات كبار وزيت ايضا طبقة الاخيرة خدمت هذه الكريمة ضفتها يعني الكريمة هذه ما شاء الله منعيشة ذوقها خيالي بعد اللي هنا ما كملت هذه التحلية تعييرا حنحطها في المجمد لمدة اربع ساعات يعني على الاقل ربع ساعة تقدروا تخليها ليلا كاملة ولكن على الاقل في المجمد اربع ساعات يعني تقدروا تخدمها الصباح والعشية تحطيها في الصهارة او في الصهارات الرمضانية اللي هنا بعد ما ديموليتها كما اشتد ديمولها بكل سهولة التحلية تعنا رايح حضرة معانا ما شاء الله عليها اللي هنا راح نطلع زوج بيضات او زوج بيض بيض يكونوا بدرجة حارة الغرفة بالاضافة راح نضيف لهم سكر عادي ندير زوج ملاق متاع السكر عادي زوج ملاق متاع السكر غلاسي ونخلط جيدا حتى يصبح القوام كريمي يعني ميرانج راح نطلع لها ميرانج ميرانج عادي بالباتر وبعد نديرها في جيب حلواني بوشا دوي وندير ديبتي روزاس بهذه الطريقة يعني هذا اللي هنا تحب يدير اللي يحب ميرانج راح نطلع للي حب ما يدير بعد هنا حركت هذوك اللي روزاس بالشالي مو اخذه هذو اللون وبعد هنا جبت الدبلاء ايضا و اغلقت او اربطت هذيك الشارلوت تعنا بالذيك الدبلاء وهذا هو الشكل تحاوزت لها لنا تزيين بأوراق النعناع كما ممكن تديروا دي ترنش تعال ليمون ولا ديبتي مورسو هذا يرجع لكم و كما قلت لكم التحليات حطوها في الصهرات معادي جوي من اروع ما يكون تقدروا تخدموا غير هذة التحلية في صهراتكم مش بالضرورة انكم تخدموا هذيك المائدة اللي يخدمتها معكم كامل انتع الصهرات باش ملك الله نلقى تعليقات سلبية نروح وضوك التحلية الثانية اللي هي عبارة عن نوغا غلاسي كلاسيك نحتاج له هنا مكسارات جوز و لوز يكونهم حمصين عندي ثمالاق نتع سكر عادي عندي ميتين مليليتر تعالى كرم فراش عندي لسيريز كون في قطعتهم اربعات صغيرة عندي زوج مالاق نتع العسل وعندي ثلاثة انتع البيض نروحول هنا اول حاجة عندي المكسارات اللي هما جوز و لوز راح نحمصهم ومن جهه اخرى هذو ثلاث ملاعق نتع سكر راح ندرزوج ملاعق فقط ندروا في كسرنا وراح يعني نذوبهم حتى نتحصلوا على كرامل مبعد ما حمصنا هذك الجوز واللوز نحطوا هنا فوق بابي دو كويسون ونفرغ عليه هذك الكرامل ونخليهم حتى يبردوا ومن جهه اخرى راح نجيبوا ريسيبيون ندروا فيها هذك الكاس تعل الكرام فراش انا دائما نستع المحترف اي ما يعادل ميتين ميليلي لتر نطلعوها بالباتر لازم لكرام فراش تكون بردة مليح باش تطالكم بكل سهولة بعد ما طلعنا الكريمات احنا بهذه الطريقة نجيبوا ريسيبيون اخرى ورح نجيبوا ثلاثة انتع بيض البيض راح نطلعوهم ايضا بالباتر ايضا البيض لازم يكون او بيض البيض يكون درجة حارة الغرفة نضيف هذك الملعقة سالسكر اللي بقتلنا كما قد تكون مسجم على قدرتهم في رجعتهم كرامل وملعقة راح نضيفوها مع ذيك لاميرن بعد ما طلعنا الاميرنج تاعنا بالباتر راح نجيبوا لنا اشوار ورح نرحيو هذك البخاليني اللي يخدمناه مع بعض ورح نرحيها في اشوار ولازم نخليه كونكاسي حاولوا ما ترحيوشه بزا فخليه يعني في حوبي بتاكار باش من بعدها يتاكلوا تحليتكم تحسوا فيها البخالين يكون كونكاسي بعد ما رحينا نروحو نخلطو هذوك الخليطين مع بعض يعني نضيفو لكرام فراش مع هذك الملعقة ومن اللي احسن انكم تخدموه غير بسباتر من الفوق التحت كما نخدموه لا جينواز ولكن انا سهلت العملية على روحي خدمت بالباتر لانه عندي خدمة بزاف كما اشتو تحليت بزاف لازم يعني ما نضيعش الوقت بعد ما خلطت بالباتر بالبيان نجيبوا اللي هنا هذك البخاليني اللي اخدمتوه معكم وراح انضيفوه ونخلط من الفوق التحت من الفوق التحت ندخلو ذاك البخالين كامل في هذك الكريمة نضيفوه اللي سوريز كون فيه كما قلت لكم احبات قطعتهم مرابعة صغيرة وخلط الميلانش كامل بالبيان من بعد في الاخير ضفت زوج ملعقة انتع عسل عسل انتع الدب عادي شريته من برا تقدروا عسل حر هذا يرجع لكم باش يجيكم الضوء تعال نوغا بيان من بعد الهنا كما كنتشوفون جيبوه هذ المولا كيك انا عندي قلب زوجاجي فرشته بالبابي فيلم وفرقت فيه هذك الخليط اللي خدمته معاكم انتع النوغا وراح نحاول انه نسويه بسباتشويل وحاولوا تخبطوا القلب بتاعكم باش يجي سطح يعني مستوي ويجي املس من بعد الهنا نحاولو نغطعوا عليها بالبابي فيلم بهذا الطريقة وراح نفوتها المجمد على الاقل لمدة اربع ساعات يعني تحلية تعيتها اليوم كامل في المجمد اربع ساعات ولكن ما يديوش الوقت بعد ما مرت عليها اربع ساعات راح نجي اندي موليها نحيها من هذك المول وتنحا بكل سهولة ونحطها في صحن يكون على شكل مستطيل واللي هنا طريقة جد سهلة وسريعة بالنسبة للطوپينج انا عندي بذوق الفراولون انتم احسن ديروه تتماشى بزاف مع الطوپينج بذوق الكرامل ولا بذوق الشيكولا ولكن انا ذوش كان موجود عندي وزيين تهم الفوق بالسوريز كونفيت قدروا مكسارات مهم وش عندكم درت البيبي تشوكولا وهذه هي النتيجة شوفوا كفاش جي جي من اروع ما يكون قول بالنا ما نحكي لكمش والله العظيم غير ما شاء الله لازم تجربوا تحلية هذي ثاني هايلا هذا بالنسبة للتحلية عن نوغا غلاسي نروح وضك القلب اللوز على بل يبلي خدمت معاكم القلب اللوز ولكن كين الناس ما خشافوش اول حاجة بالنسبة للشربات رح ندير ربع فناجل انتع السكر مع ثمن فناجل انتع الماء طبيعة الحال الكيلة انا كيلت بالفنجان نفس الكيلة رح نكيل بها الشربات يريد نكيل بها عجين قلب اللوز دلنا ربع فناجل تاع السكر مع ثمن فناجل انتع الماء شريحة ليمون حطوها على النار جوية تهزل غلية نحسب لها ربع ساعة نطفي عليها النار وفي الاخير نضيف لها فنجل تاع مازهر ونخليها تبرد بالنسبة للهنا الشيشان حتاجوا الشيشان خشين عطول يعني السميد الخشين خلاص نجيبوا ريسيبيون دلوا فيها ست فناجل انتع سميد يكون خشين نضيفوا ايضا ثلث كيلات او ثلث فناجل تاع السكر كريستاليزي نضيفوا ايضا قرصة انتع الملح ومن بعد رح نخلقوا هذا النواشف كامل مع بعض جيدا حتى ينسجموا من بعد نروح اللي هنا بعد ما خلطت هذا الخليط ملح نحطوه على الجهة ونخدموه السوائل اول حاجة تحبو تديروا لا مارغارين ولا تحبو تديروا زيت هذا يرجع لكم نديروا كيلة ونص انتع زيت مع كيلة ونص انتع البن كيلة ونص تاع زيت ولا كيلة ونص تاع مارغارين ذيبة مع كيلة ونص انتع البن مع كيلة ونص انتع المزهر كما قلتكم بنفس الكيلة اللي كيلت بها الشربت يلي نكيل بها العاجل يلي نكيل بها سوائل نكيل بها كلش نخلطوا هذ المكونات أو السوائل في ثلاثة مع بعض جيداً بالفوي حتى يسجموا ومبعد نضيفوا السوائل على النوشف بهذه الطريقة ومبعد راح نخلط الخالطين مع بعض جيداً حتى يتمزجوا بهذه الطريقة واللي هنا هو السر اللي يخلي قلب لوس تاكم يجيكم أتري ويجيكم مع السر حتى للقلب لازم نخلطوا هاللي هنا حوالي 5 دقائق إلى 10 دقائق حتى للربع ساعة وإحنا نخلطوا نحاولوا نذوبوا هذا السكر ونخلطوا الميلانج بالبيان ونغطيوه ونخليوه يرتاح مدة ساعة علش نخليوه يرتاح باش هذوك الحبات تاع قلب اللوس تاعنا يطروا ويتشربوا بهذوك السوائل يعني موجد ديرك تحطي طيبه من بعد دهنا نشيت هذ القوالب هذو الكونة فاتق وقدو تدرون قلب اللوس دهنتم بلا مارغارين ديما ومن بعد الخالط تاعي بعد ما قعد حوالي ساعة بينوما الشربة تاعي أيضاً تبرد قسمت هذك الخالط إلى قسمين على هذوك القوالب في اثنين حاولت أنه نسوي العجين غير بالعقل حاولوا ما تبلاطيوش يعني ما تضغطوش ما تكرازيوش العجين تاعكم يعني غير تمشيو باش تحاولوا تسطحوا العجين تاعكم ما تضغطوش باش القلب اللوس تاعكم يدخلوا العسل حتى للقلب يعني هذو كامل أسرار تاع قلب اللوس لأنه كان بزاف ناس يخدموا بنفس طريقة بس حق البلوس تاعهم بعد يجوم يبس بالنسبة لتزين لكم الاختيار أنا لهنا يعني ما علمتش الحبة التاعي حبيتهم لأنهم سنيوات رهم صغر زينتهم باللوس تقدروا تزينوا بالجوز ويش تحبوا الكوكو هذا يرجع لكم لهنا أيضاً كي نخدموا مكان زيت نخليهم ساعة وحدة أخرى ومن بعد نفوتهم للفرن على 180 درجة نشعل لهم من تحته من بعد كي نشوفهم طاب وعلى جوانب نزيد نشعل لهم من الفقه يخذوا لون محمر ومن بعد قلب اللوس تاعنا سخون والشربات بردة رح نشربوا القلب اللوس تاعنا حتى نغمروه بهذوك الشربات بش يتشرب مليح ونخليه على الأقل أربع ساعات يعني من الأحسن تخليه لها كامل ولكن على الأقل أربع ساعات ومن بعد تقدروا تقدموه من بعد هنا رح نشارك معكم صالة دوفروي عندي فواكه وش موجود عندكم في الدار تقدروا تخدموه به عندي هنا أحبة تعطينا قطعتها مربعة صغيرة بهذا الشكل وضفتها في ريسيبيون بنفس طريقة عندي حبة أنت علموز يعني أيضا تقدروا تديروا تحلية للصهرات الرمضانية تقدروا تديروا صالة دوفروي تكفيكم سيرتولي يحبوا الأكل الصحي وأيضا تستطيعنا هنا حبة تعليف حوالي ربع حبات ولا خمس حبات يعني الكمية ترجع حس بعض أفراد لائلة عندي أيضا الكيوي اللي هنا أنا ما قطعتش مربعة صغيرة قطعته دي طرنش أو عفو شرائح بهذا الشكل وفي كل فيرين درت شريحه ومن بعد هنا أيضا عندي تفاح حبها قشرتها وقطعتها ومربعة صغيرة أيضا تفاح رأيزي دعطيكم بالناء لصالة دوفروي تاكم يعني الفواكه الموجودة في الدار تقدروا تخدموا بها هذه ومن بعد خلطت هذا الميلونج داع الفواكه كامل مع بعض حتى تخلطه بيان من بعد هنا بالنسبة للصوص اللي راح تديروها لهم تقدروا مزهر مع شوية سكر كما ممكن تديروا عصر أنت أي جوي كان عندكم في الدار أنا درت عصر تاعة البرتقال تعرامي أنتم ماليكم الاختيار واش تحبوه طريقة سهلة سريعة سرتوا إذا جوكم ضيف على غفلة ولا جوكم ضيف وما عندكم شو وقت سرتوا إحنا في رمضان لازم المائدة الرمضانية ونزيدوا ندروا التحليات يعني كالثة أنا صراحة اليوم ما درت شطل لفطور إذن هذه هي التحليات الأخيرة اللي حضرتها معكم واللي هنا وجدت صالون تاعي صراحة المشناليزيين تصالوا المهم صالون تاعي كان واجد واللي جبت الهنا التحليات تاعي حطيت شوية مكسارات مع اللامة تاعي حطيت أيضا تحليات ذي كتا القارس المنعشة ننصحكم أنكم تخدموا بها حتى وما عندكم نفس القلب كما قلتكم القلب تلقوا عند قصرة للبي حتى وما عندكم شي القلب تقدروا تخدموا لشارلوت بلا قلب أيضا قلب اللوز حطيته ثم حطيت كانوا عندي اللي هنا المقرقشات جبتم لي واحدة سيدة بزاف ملح شاركتم معكم في الستوري في الانستغرام أيضا حطيت هذه النوغة القلاسي وحطيت أيضا التحليات الأخيرة اللي هي صالة دوفروي حطيت ليجوي مع الكسان وهذه هي اليوم وشاركت معكم تحليات كما قلتكم مش بالضرورة أنكم تشاركوا وشاركت كل شي فقط تهزوا أفكار تقدروا تدري تحليات الليمون تقدروا النوغات تقدروا هذه كلها صالة دوفروي تقدروا قلب اللوز المهم تفرحي العائلة تاعك وتفرحي ضيافك وهذه هي شهيدكم بالصحة صحة فطوركم صحة صحة صحوركم تلقوا في عدد آخر والسلام عليكم